السلام عليكم وأمسيها طيبة كرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات الأوفيئة لهذه القناة أينما كانوا نتمنى تكونوا جميعا بخير وعلى خير في حوالين طيبة كرحبا بجميع بمغاربة العالم والداخل والتحية والترحيم أيضا موصول كل الجزائريين والتونسيين أينما كانوا الموضوع اللي اخترتوا لهذا المباشر كيتعلق كيف كانت تلاحظوا في العنوان بروك عمي تبو العودة التانية الموضوع كيتعلق باحتفالات اللي نشاركوها مع الإخوة الجزائريين بفوز عمي تبو بالعودة التانية غداء وموعد الانتخابات اللي هي نتائج ديالها محسومة مسبقا ما كان نشكل شي واحد داخل جزائر أو خارج جزائر يشك في نتائج انتخابات موضوع الرئيس ومعليش من هذا التوقع إلى جانب مواضع أخرى سنشاركها معكم متعلقة بواحد خرجة غريبة وإن كانت هي صراحة إلا تأمنها في صاحبها ستبدأ خرجة عادية المنقري بقي السعيد يعني كرد التونسيين والمغاربين إلى عهود الاستبداد قد نشوفوا كيفاش وبطبع الحال نعلق أيضا على خارج جديدة ديال دولة الاحتلال رئيس ديالها بن يامين لمرة أخرى كي يظن أنه يستفز المغاربة هذا هو مواضع من شارك معكم فهد المباشر إلى جانب مواضع أخرى أتمنى أولا أن الصوت الصور يكون واضحا لا نتساوش إبدال إعجاب التفاعل يعني الإنخراط فهد القناة باش تصلوا ببد المباشرة في حينها أو في نفس الوقت يعني تشاركونا بالآراء ديالكم لأكيد أنه ستكون إضافة للمواضع اللي كان عبدوها في هذه المباشرات إذن قبل ما ندخل في الموضوع المباشر اللي اخترته أو أحلى الموضوع الأساس اللي اخترته لهذا المباشر وهو التبريك لعمة أبو العهدى التانية نبغي نعلق أولا على ما قاببه المنقري بقي السعيد وقاي سعيد بطبيعة الحال بحالة اللي أريد أن نقولها بصارح العبارة هدم كل ديك المنجزات ديالما عرفة بتورة اليسمين داخل تونس قضع لديك التجربة قلوبين قوصين الديمقراطية في تونس ورجع بالتونسيين من شفقة العهد بن علي وإنما لعهد أسوأ من عهد بن علي هذا المنقري بقي السعيد طب الحال اللي انقلب على كل المؤسسات الدستورية داخل تونس وهذا الشيء اللي أريد أن نقول له المنقري بأنه تم انتخابه ديمقراطيا ولكن بعدما انتخذ وحضي بطيقة التونسيين والتونسيات والمؤسسات الدستورية داخل تونس انقلب على الجميع وبطبيعة الحال قلت وانسا ما بقيتش كنعرفكم من هذا الكرسي لن يعني أفترق أبدا كيف نقول له في ذاك المتاة المتاة تلعى السطح والدمعة سلوه المنقلي بقي السعيد حل كل مؤسسات الدستورية عطل البرلمان جن رئيس البرلمان التونسي المنتخب جمعات البرلمانيين إما هاربين ولا هم في سجون وبداك يسير البلاد بقبضة من حديد وبطبيعة الحال استوحي هاد أسلوب هاد الرؤية دياله في الحكم من نظام دولة العسكر حاول أن يجر الأجهزة الأمنية عنده الأجهزة العسكرية وبطبيعة الحال هو داهب اليوم بتونس لا محلاء إلى الهوية آخر فصول هاد النظام الدكتاتوري علمون قريب داخل تونس وهو وهذا شيء ولا نادر في هذا الزمن صراحة ولا نادر أنك تمنع بعض المجلات يدخلوا إلى البلاد هاد شيء ربما في 800 و700 وحتى على أبعد تقديل تسعينيات القرن الماضي لكانت بعض الدول كتمنع بعض الجرائيل بعض المجلات أنها تدخل الأراضي لا يدعوها أنها تنتقد النظام أو تنتقد الحاكم أما في هذا الزمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لكي المجلات الورقية لا يدعوها لديها شيء تأتي الكبير أو حتى الصحوف اليومية في هذا الزمن يعني يجيغ غريب جدا أن يتم منع شيء عدد من أعداد المجلات الدولية أن ندخلوا شيء بلاد لأن هذا أمر لا يغير ولا يقدم المنقليب منع العداد من هذا الشهر سبتمبر من جون أفريك منعه من دخول تونس لأنه يدير واحد الملف على هذه التجربة وعلى هذه المنقليب وما فعل بتونس لما نعود يدخل إلى تونس وبهذه الفعل التي تذكرنا صراحة ذلك العصور الغابرة للأنظمة التوتاليتارية الديكتاتورية لكي تحكم الشعوب بقانون الحديد والدم فهذه المنقليب يتمنى نحن نستوحى الرؤية في تدبير شؤون الدولة التونسية من نظام دولة العسكر ونحن نقولها دائما الذي يمشي أو يقرب أو يحطي نفيد نظام دولة العسكر أكيد أنه داهب إلى الهوية لا محالة إذن هذا المنقليب في خرج صراحة قد يعتبرها مدوية وساقطة كي يمنع عدد لمجالة جون أفريك أنه يدخل إلى تونس مع العلم أنا نريد أن نظام دولة العسكر الذي يعتبر تونس كولاية من الولايات الجزائرية وهو محق نظام دولة العسكر ونصول الدولة ويعتبره تونس ولاية جزائرية لأننا نرى تونس اليوم خصوصا في ظل حكم هذا المنقليب لا تعد أن تكون مجرد ظل لنظام دولة العسكر خيال نظام دولة العسكر يأتمر بأوامر تبور وشنجريحة وينتهي بنواهيهم وذلك سقطة مدوية لهذا المنقليب ركشفتوها وتبعتوها جميعا حين استقبل ذلك البطوشي تحت هول صدمة الإعلام التونسي والمجتمع المدني التونسي وأحرار تونس لم يفهموش شكيدير هذا المنقليب ولكن ما كنوش عارفين لأن المنقليب راداري ديفيد نظام دولة العسكر وطلب الحماية من نظام دولة العسكر لأنه عنده مخطط ديكتاتوري استبداد لحكم تونس وتحولها فعلا إلى نسخة مصغرة للنظام دولة العسكر وشفنا تبعت ذلك إلى يوم هذا الأزمات الاقتصادية المتولية نكاسات التي تعيشت نسخة في كل المجالات درجة أننا نبدأ مشاهد من داخل تونسيين كي يتدفزوا ويتدفعون من أجل كيلو أو سكيلو بالسكر إذن الغريب أن صاحب هذه أو نقوله رئيس تحرير جونافريك هو رهى تونسي بالمناسبة لأن نظام دولة العسكر كان يتهم المغرب بأنه يسيطر على جونافريك وبأن جونافريك رهى مجلة مخزنية مع العلم أن هذا المجلة جونافريك قدرت أعداد كثيرة على المغرب أعداد صراحة كانت تنتقد مجموعة لأشياء داخل المغرب وآخر ما تكلمت عليه جونافريك هو هذا الملف إسكوبار الصحراء وذلك الفضيحة التي تم تفجيرها وعلى إطراء تم اعتقار مجموعة الشخصية البارزة في المشهد السياسي المغربي إذن تونس لست أدري إذا هي داهبة لاحظوا بأن حتى الحملة الانتخابية من المنقرب قيد السعيد مستوحات من الحملة الانتخابية من عمي تبون يعني لاحظوا بأن هذا المنقرب يمشي خطوة بخطوة يقتفي خطى تبون وشنجر حولي أكيد سيؤدون به إلى الهوية الخبر الثاني مغنى على قليل بصراق بالمندخل الموضوع الرابط لهذا المباشير نحاول أني منطوش عليكم فهذا الأمسية رئيس حكومة دولة الاحتلال بن يمين هذا بن يمين مرة أخرى خرج يظهر خريطة المملكة المغربية مقصمة وأظن إلى ما خانت نجد تكير ربما هذه رابع مرة وأظن بأنها تسيد ربما أصبح مهوسا به المغرب وربما كيف تزيد المغرب أو ربما عنده انتظارات من المغرب لما تحقق إلى يوم هذا أكيد فلو النظام دولة العسكر سيخرج الفرحانيين وغادي طبل غادي هل إلى آخر هذا الخرجات الجديدة دي بن يمين لكن الشيء اللي ربما ما كنتبهوا ليش فلو النظام دولة العسكر وهو أن بهذه الخرجات المتكررة الهد بن يمين إشادة واعتراف بأن المغرب يقف إلى جانب الحق الفلسطيني المغرب لا يريد تطبيع الشامل مع نظام دولة احتلال دون الاعتراف للفلسطينيين بحقهم في الوجود وإخامات دولتهم المستقلة وعاصمة القدس الشريف يعني هذه الخرجات دي بن يمين تتقدم كل دعاية نظام دولة العسكر المزورة والملفقة تجاه المملكة المغربية وإلا لا شعر يخرج هذا الشخص لو كان سمن علي العسل مع النظام الملكي المغربي لا يحتاج لخرج هذه الاستبزازات المتكررة للمغرب والمغاربة إذن فلنظام دولة العسكر ابلعوا السنتكم وتألموا في صمت لأن خرجات بن يمين المتكررة كلها صراحة لصالح المغرب ومن حيث لا يدري هذا البن يمين فهو يعطي ميسزاقية للموقف المغربي ويضرب نظام دولة العسكر في مقتل ويضرب مضمون دعاية نظام دولة العسكر اللي بناء لأحتاج حملة انتخابية حملة انتخابية ديالة تبون كلها تبنات على شيئين اتنين هما الرب ما بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيري وإقامة دولته وما يسميه هو بجمهورية الوقواق وحقها في تقرير مصيري هذا هو موضوع الحملة انتخابية هذا هو برنامج تبون وذوك الأرانيب لتخدمين معهم هذوك الأرانيب بينهم بنغرينا صراحة أساؤوا إلى الجزائر والجزائريين وبينوا بأن حملة انتخابية من أجل ضفاء برئاسة الجمهورية الجزائرية هي حملة انتخابية ديال الحماق جموعة ديال الحماق صراحة أنا لا أفهم كيف مرشحين للرئاسة كي طلعوا في الكيران وكيف يفرقوا تصور ديال تبون أي يوم هازل شهدنا أفضل الحملة انتخابية وهو صراحة استمتعنا وماكرتشنا لو أن الحملة انتخابية ديال تبون طول واحد أسباح أخرى كي نستمتع أكتر وكي نزيد نكتشفو حقيقة هذا النظام المتخلف لما عرف صراحة ما كننش بأنه واحد فينا كي عرف درجة تخلف هذا النظام لأنه يوم عن يوم كنتشفو درجة جديدة من درجات التخلف غير متوقع إذن هذه الخرجات يلهاد بن يمين وكأنها تبرئ المغرب من كل اتهامات وتلفقات وتصويرات نظام دولة العسكر وفي نفس الوقت كتضرب مؤسسة للدعاية الجزائلية في مقتل إذن نتكلم الآن على التبركات اللي عم يتبون بالعهد التانية ربما البعض خصوصا هذا الكلام قلناه هنا شي دول دول أوروبية والدول الديمقراطية نتصوروا وتخيلوا معايا نقولوا غدا هنا انتخابات في أرمانيا يخير شي واحد يقول كنبار كل فلان أو علان الفوز ب رئاسة الجمهورية الألمانية أو بمنصب الاستشارية الألمانية طبعا بالحال اللي غادي يسمعك اللي يقول عليك بأنك مختل عقلي أو أنك متعصب لمرشح من المرشحين لكن احنا في العالم الثالث اللي احنا بقين فيه احنا مضطرين على الأقل جغرافيا راحنا نتبه للعالم الثالث منطقاء فيها دول عالم الثالث بما فيها دولة الجمهورية الشرقية إذن في هذه المنطقة دينا نصرح أو نفرح قبل الميسالي الماضي كما كيف قلب العمية أمر طبيعي وله ما يبرره ومبرراته صراحة ليس لها أول وليس لها أول وليس لها آخر كان باركون الجزائري العهد التاني لعمة بون قبل يوم الانتخابات لقد يكون 7 سبطن وتحد أي جزائري كيف ما كان لونه أو طعمه أو شكله أو فكره أن يتبت لنا العكس أو أن يدعي العكس الأحرى أن يدعي العكس يقول لنا بأن نغدر بنغرينا هو لغيول رئيس الجمهورية الجزائري فنتائج معروفة مسبقا في الدول الدكتاتورية الشمولية لأن هذه المسرحية مسرحية فقط من أجل نقول لنا نهب دانانير الجزائريين هذه الحملة الانتخابية أكيد صرفت فيها مئات الملايين من الدولارات أيها الجزائريين هذه الحملة الانتخابية كانت فرصة لنهب أموال الجزائريين بوسائل مختلفة دليل على ذلك أن أكثر من مرة تم ضبط أموال طائلة مهربة إلى خارج الجزائر في وقت أن تبض تكلم على إعادة أموال الجزائرية من الخارج إلى الجزائر آخر حادثة ودوك جزائريين لليش دمعهم أزيد من ثلاثة الملايين دولارات مهربة في باريزات وهات حملات التهريب اشتدت خصوصا في هذه الفترة الانتخابات الرئاسية الجزائرية لكثيرون خصوصا الجنرالات والأعوان دياله كي هربوا أموال الجزائر إلى الخارج وكي لأن هذه الأموال المهربة تكتبات بأنها ستصرف في مجال من المجالات وستقدم لجهة من الجهات وبتفك الحال فهذا الفترة الحملات الانتخابية الفترة التي يكون تبون في أضعف حالته أو رئيس دولي بشكل عام في أضعف حالته يسهل استفزازه وابتزازه من وصل وقت وحسب بعد المصادر كنت تكلم بأن شنقريحة يبتز تبون وربما كي ينشي اتفاقية مع شنقريحة وبموجبها أن شنقريحة وافق أن تبون يفوص العهداء التانية وهو أن تبون يجب أن يتنازل عن منصب رئيس وزير الدفاع هذه من الأخبار والدة لأكدتها من عين المكان وأكدتها واحدة مجموعة المصادر وهنت أكدون مجرد ما يتم الإعلان الرسمي على أن تبون هو الرئيس القادم لدولة العسكر ولخمس سنوات والله يكون تعاونكم أيها الجزائري وماذا ما ينتظركم فهو صراحة عصيب وعصيب جدا وستشيب لهوله الولدان لأن تبون هذه الخمس سنوات الأخيرة حول الجزائر إلى مادة للتندر والسخرية وخل الجزائر تتحول إلى صراحة مصدر لعدم الاستقرار ومصدر لتهديد الأمن الجيران وإلى شريك غير موثوق وكتشوفوك دول العالم كلها بدأت يعني تتجنب نظام دولة العسكر وتتحاشى وتواصل التعامل مع هاتشي كله تم في هذه الخمسة سنوات فهد الولاية الأولى التي تبون هي صراحة زاخرة بالنكسات وبالأزمات والأزمات والإخفاقات وخير ودري شغل وزراء الخارجية نحن بدل فيهم تبون على الأقل 1-4-5 تبدل في العهد الأولى التي تبون كيف تبدل وزراء الخارجية كيف تبدل الصمار وهذا العكاس لماذا؟ إنعكاس للفشل الدريع لكيهشون نظام دورة العسكر في سياسته الخارجية واحدة الداخلية بينها بالمقابل كنشوف بوريطا وما أدرك كما ناصر بوريطا كالدرغام يعني صامد وتابت ومرابط في وزارة الخارجية المغربية لا يتزحزح ولا يتحرك وتشبط طبيعا الحال كيف الانجازات والانتصارات لكيحق في الدبلوماسية الخارجية للمملكة المغربية إذن الإخوة الجزائريون أولا نتائج الانتخابات كثم عروفة أنتم مجبرون على أن ينتقبلوا بهذه النتائج هناك أخبار كتكلمات أيضا بأن تبوندار وشنغريحا والمؤسسة العسكري دارين مراكز اقتراع وهمية من أجل إيهام المراقبين الدوليين والإعلام الدولي والجزائريين بأن هناك إقبال على صنع الإقتراع وبطبيع الحال هاتش كل اللي نقول لكم الآن ستشوفوه غدا سبعة سبتمبر إعلام سنقل بأن الجزائريين في طوابير الجزائريين هتوفون لتبون الجزائريون من الساعة الأولى للصباح يحتفلون بفوز عمي تبون وبطبيع الحال عمي تبون خرجوا أخر نهار وغادي يشكر الشعب الجزائري على الجديد التقاء وبطبيع وزار الداخل غادي قد تدير ندوات بشكل متقطع وغادي تعطيكم في الأرقام وهذه الولاية صوت عدد كذا وكذا وهتشير كل جاهز ووجده منذ أسابيع كل الولاية نسبة تصويت دي لها شحال و هذا كش بالتدريج يعني كل شي مصرحية فيها المصرحية وزعت فيها الأدوار وحفظت أيضا فيها يعني التعبير وشنوغ سيدغارك وش التحفظ والأغادان هو موعد يعني حصد النتائج وفي نص الوقت الإعلان عن الفائز اللي احنا عارفينه وانتو ما عارفينه وغالبية المجتمع الدولي عارفوا إلا كان شحد في المجتمع الدولي كي يتم بعض الانتخابات دي العمي تبون إذن لو كان إمكاننا نحن نصوته كمغاربة سواء مغاربة خارج أو الداخل لا صوتنا لعمي تبون وبدون ذلك نحن نصوت لسالحه ونحن نطالب بعهدة جديدة لا لأنني أنا شخصيا نشوف ذاك المتاب ذاك المقول ذاك المقولة النوبليون ذاك المقولة الشهيرة إذا رأيت عدوك يضمر نفسه بنفسه فلا تقاطع نظام دولة الأقسكر هو عدو للمملكة المغربية وهو الآن يدمر نفسه بنفسه ونحن ما نقدرونش نقاطعه بحكس نساعدوه كي يستمر نحن ما ممكنش نطالبه بمغادرة تبون لحكم الجزائر بالحكس نطالبه ببقاء تبون لأنه خدم المغرب واحد الخدمة جليلة غير مسبوقة خدم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بواحد الشكل صراحة ستذكره عليه خمس سنوات القادمة أكيد أيها الجزائريون وهذه أبرز العنوين ديالها وهذا التوابير ديالكم سوف تستمر وسط تطول هذا التوابير اللي كان فيه كينومتر غادي يوليه فيه خمسة واللي كان فيه خمسة غادي يوليه فيه عشرة وهكذا دواليك ما غا تبقاش غير توابير على السميد والسكار والزيت والقهوة والأخير ولا ما غادي توليه طوابير أخرى ربما على الأكسجين الأكسجين ها غادي تبقون يبيعون لكم باش تنفسوه أتوالي تشدوا النوبة يباش من أجل واحد شقة واحد نهيدة خصك توقف وتشد النوبة جزائر يوم تتكلموا عن نفسها والواقع ديلها غني عن التعبير الناس تهرب من الجزائر أفواجا وزرافات من كل الفئات الاجتماعية والغريب حتى ما يعرف بالطبقة المتوسطة كنلاحظ بأن هم بدورهم شد طريق إلى ما يعرف بالفردوس المفقود إلى جنة إسبانيا وفرنسا وغيرها فالواقع اليوم في الجزائر وفي ضل هذا التفرد للغاز والبترول والأسعار المرتفعة واقع مريض وما بالك العهداء القادمة اللي ربما هتبون غايفتتح بتراجع أسعار الغاز والبترول أيها الجزائريون سبع أيام الباكور رهزلت دي الغاز والبترول اللي كانت الأسعار مرتفعة لأنك نلاحظ إنخفاض مستمر لهذه الأسعار وبطبيق الحال أوتوماتيك مو إنخفاض لها إيدات دي نظام دورة الأسكر أوتوماتيك مو أيضا إنخفاض الأموال اللي كي سرفع لكم نظام دورة الأسكر وعلى حاجيتكم اليومية فأكيد أنكم تزيروا الصمتة أكثر من ما مضى شوفوا في ظل الطفرة كيف كانت هي أوضاعكم تحولتون إلى دورة الطوابير فمي غادي تختفي أو غادي تنخفض ذيك العائدات دي الغاز والبترول لكم أن تتصوروا كيفاش الحياة ديكم ستصبح نظام دورة الأسكر اقتصاد تروى لا أقل ولا أكثر هو مش عنده مصانع ولا مؤسسات ولا كينتج ولا كيصدر نظام دورة الأسكر ما كي يشري نظام دورة الأسكر كيدخل الفلوس وذيك فلوس اللي كيدخلها كي يشري بيها الحاجيات للجزائريين الأزاسية ولا يستثمر لا في بنية تحتية ولا في استثناء اقتصادية انتاجية ولا أي شيء فقط ما يفيد على الحاجيات الجزائري الأساسية تحول ويتم تهربها إلى الخارج إلى حسابات هذه كالجين يابعنا تلك أحكوكم ومطابعة حال لأجل الصرف على جمهورية الوقواق لأن هذه جمهورية الوقواق رهية صمام رهية القلب النابل لمؤسسات الأسكر إلى هذه القضية انتهت وماتت فأكيد نظام دورة الأسكر ستصيبه السك إذن الوقت الذي تتكلم على الاقتصاد الثاليث العالم كله كيف يعرف بما في الجزائريين كيف يعرفون بأن الاقتصاد لهم اقتصاد ريال اقتصاد يعتمد فقط على عائدات الغاز والبترو ومستطعش يدير شي حاجة غير أنه يمدي ديه المجتمع الدولي يطلع ذاك شريط تحت الارض يبيعوه ويمدي ديه الفلوس اللي يعطيه وذك الفلوس كيصرفه الجزائريين هذا نظام بلا كرامة نظام فعلا اقتصاد ريع نظام للتسول إلى صح هذا هذا التعبير نظام متسول عادة الأنظمة والدول التي تحترم نفسها تأكل مما تنتيج تأكل مما تنتيج المغرب بلد فلاحي بلد منتج بلد شبه صناعي يصنع صيارات كيصنع قطاع طائرات قطاع غير ديه واشياء اخرى كثيرة كيصنع المغرب إذا المغرب بلد عنده منتج سياحي المغرب كي يأكل مما ينتج يصدر إلى الخارج بينما نظام دولة العسكر يأكل من التسول وليس مما ينتج هذا شيء موجود تحت الأرض يجيو شركة أجنبية يخرج ويبيع ويحول لك نسبة على حساب ديه هذه الحقيقة نغلطوش أنفسنا ونغلطو الإخواء الجزائري نقول حقيقة أوضاع عندكم داخل الجزائر وهذا هو البلد باختصار بلد جغرافية كبيرة من الأسباب التاريخية لأن فرنسا تعتبركم مقطعة فرنسية لهدف لهدف وقت القوة فرنسا وضعف دول الجيران تقتطع من دول الجيران يعني أراضي مسرقة من ليبيا من نيجير من مالي من المملكة المغربية السحراء الشرقية كلها مسرقة من المملكة المغربية من سحراء تونس أيضا دولة المنقلب أيضا أراضي مسرقة هذا كل ما في الأمر جزائري من مساحتها ثلاث أربع ديلها أراضي مسرقة من الجيران هذا من ناحية الجغرافية ومن حيث الوضع الاقتصادي والسياسي نعرف المكانة الجمهورية الشر دولة لا تجتهد ولا تبديع إلا في هداية الجيران ومحالة زعزعة الأمن والاستقرار عن الجيران نحن نرى ما مدات مع المغرب منذ 50 سنة ماذا تفعل حاليا مع موريطانيا تريد تقصيب موريطانيا ماذا تفعل مع ليبيا ومع الليجير وهذا ديدا هذا النظام العسكري عن مجرم تجاه الجيران هذا هو الشيء الوحيد اللي نجح فيه فد السنوات الآخرة إذن مبروك أيها الجزائريون العهد الثاني اللي عمي تبون نصيحة لكم خليكم في ديوركم ما تخرجوش صوتوك صوتوك ما صوتوش صوتكم لا قيمة لا ولا وزن ورأي ديوركم ورأى آخر شيء يفكر فيه نظام دولة العسكر هذيك الوقت اللي ستصوتو وضربك الشمش وضغسط الناف الطابر واحد ساعة ولا ساعتين ويصوروك الإعلام لنظام دولة العسكر ويتاجر حتى بالصورة ديالك هذيك المدة سيتفرش مجرور الكورا ولا التكاليك ولا العس ولا مصلاحة للأسرة سيكون ذلك أفيد لأن النتائج تم تحديده واتفاق عليها مسبقا ولا مفرر لكم من عمي تبون عمي تبون أمامكم وخلفكم وعلى يمينكم وعلى شمالكم وستخرجون يوما إلى الشارع لتقولوا أين المفرد ولن تجدوا المفرد من عمي تبون ونظام دولة العسكر إلا بالعودة إلى الحراك المبارك ورفع شهار نريد دولة مدنية وليس أسكريا مبروك عمي تبون العودة الثانية ونحن مشتقون وعلى أحر من الجمر من تضل قفشتك لصراحة هي قفشتك في الولاية الأولى في الولاية الثانية شنع عمي تبون في الحملاء الانتخابية بمجموعة من الحماقات أهمها وأبرزها أن جزائر الدولة الاقتصادية الثالثة والحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون شوف تبون وينوصلت به الهلوسة وينوصل به الخيال الذي سراحة يعيدنا بالكثير في العهد القادمة ومصير الجزائر إن لم يعني يتدارك أبناؤها الوضع مصيرها إلى المجهود مبروك عمي تبون مسبقا العهد الثانية و شغلين قولوا الجزائريين كيكي قولوا الرياضيين هارد لك لكم أي شعب الجزائري القادم سيكون لا محالة أسوأ ومسببا نحن كمغاربة وكل مغاربة التي تبعوه بأوضاع الجزائر أقول لهم فرجة ممتعة وهذا المسلسل أكيد سيكون حافل بمجلو المشاهد والمواقف المتيرة والمتيرة جدا في قادمي الأيام كيف تلاحظوا هذا المباشر خلنا يعني مباشر ياخدد شكل بلدشاء مبساط نحاول ندخل في تعقيدات وتحليلات لأحداث ولكن الرسالة رهها بصلاة وفكرة رهها وصلات والهدف هو أننا نبين لإخوة الجزائرين حقيقة الوضع الذي يعيشوناه وما ينتظرهم في قادم المستقبل إذن ما تساوش إبدال إعجاب تفاعل مع المباشرات بطبع نحن منفتحين على الأراء ديكم على للمدخلة ديكم ونحاول في قادمية المباشرات أننا نتفعل بشكل مباشر الشرط الوحيد لهذا القناة هو الإتزام بالأداب الدنيا للحوار إحنا نمنع منعا باتا الدخوف في الأعراض أو الشتم أو التنابس بالألفاظ ضد أي كان سواء كان مغربي أو جزائري أو تونسي أو أي ماشر كيفما كان لكل كرمته محفوظة نحن نؤكد وأعيد مرة أخرى أتكيد على هذا الأمر لن تخذ السلوكات سلوكات نظام ضد العسكر لأنه نظام دار مغاربة وتسبب في مقتل الآلاف من المغاربة وتشريد آلاف من الأسر وحول مجموعة الأمهات إلى أراميل ومجموعة الأطفال إلى يتامع هذا النظام الإلحاد هذا النظام المجرم الذي يكذب على الجزائريين ويكذب على المنطقة ويخالف تعاليم الدين الإسلامي السمحة التي ترفض وتقسيم البلاد الإسلامية أنا أستغرب لك بن جرينا لقل لك كيمة الحزب الإسلامي مرجعية ديال والدينية بالله عليك يا بن جرينا ويش هل تستحي أو لا تستحي بالله عليك ويش بقي الخطة تخرج والدعي بأن لك مرجع الإسلام تشوف هذا غير مجرد التجار وصماصرة الدين أن تبون هذا صنيعة نظام الإلحاد صنيعة شنغري حول المؤسسة العسكرية إن رشح نفسه بإسم هذا الحزب يقول أنه مرجعية إسلامية لك التجمع من أجل السلم لأنه مرجعية إسلامية رشح بإسمه وشفنا البروباقاندا بن جرينا اللي جاء عنده مواطنين جزائريين بوسطة يقول لهم لديهم مشاكل تاقب ساكن كيسحاب لهم ره مرجع حملة انتخابية بالمناسبة أنا أول مرة نشوف منافسين يدير شي رئيس في حملة انتخابية وهما أول من يرويج له ويدافي عنه ويدر لليل حملة وبنقرين على الوراق يعني منافسين دي تبون شي جزب لا تخل على بعضهم وكلهم كيف تبون كيف رقوا التصاور دي تبون كيف تعرف الكيرا شي مؤسف مخجل أنا ما كيش مستشارين تم داخل الجزائر شعو قلال يقول لكم وبركة وراكم فضحتونا وراكم شواتونا وستوب وستوب الإخوان ما كيش واحد يقول تما داخل الجزائر ستوب ما كيش واحد عاقل يقول لكم الناس وفق وبركة راكم شواتونا حولتونا إلى مهزر إلى مضحك عبر القراز ما تشوف بنقرينا يعني كيبلك مستقبل ظاهر دي الجزائر ما تشوف بنقرينا كيادر لا تملكو إلا أن تتفائل تتفائل بغدين أفضل لجزائر نكتشوف بحالة النوعية وذلك النوعية الخطابات خاليا براميج ما كينوالو كينوال هدرا خويا ورافع الشعارات وكأنهم في السواق وكأنهم شي موسم أنا كيبلي هاد بنقرينا بحال شي 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 موسم هادو كليا كنتذكر الإخوان مغربة إخوان الجزائيليين لا يكون كعرفوا هذا الأمر يكونوا في الموسم وكي عنده شبوق وكي بدي عييت لك على دول عرب كي دير ترويج للدول العرب هالغاسول هالقطران الكحال هال هال هالأمون هالجربة هالدول هالحكا هالصود يلو فعل بحال هم تذكر ني بذلك الناس اللي في المواسم وفي الأسواق الشعبية ذو كلباعة اللي يستعملون أبواق من أجل الترويج لبيضاعتهم بنغريني نفس الشيء سبحان الله وكأنه عنده بوق في الحلقة ديالو بلا هو محتاج لبوق عنده بوق في الحلقة ديالو كيف يتكلم وكيف يشري الكلينيكس كلينيكس كلينيكس عنده سيد متجول فاقير عاون يعاون يقول يشاري عنده كلينيكس لأنه شري مع النوم تمارا دير شيء مخجل شيء مؤسف شيء صراحة نحن المغاربة قبلكم أيها الجزائري ومهد صور لد الحملية الانتخابية أما تبقون ورا صراحة يدخل وخرج في الهدراف يبدأ صراحة أبدأ لد الحملية الانتخابية يبدأ خرجات كلام متناقض ما عنده راس ما عنده رجلين كيدور مكدو خلي حلو يبدأ على جمهورية الأقواق ويبدأ على القادية الفلسطينية ويجتر هذا الكلام ويعودوا كل مرة وفي كل مناسبة وهاد شكيبين لأنه ما كن لا برنامج ما كن لا رؤية وما كنش حتى احترام للشعب الجزائري هذا هو أخطر ما فيه المسألة هؤلاء لا يحترمونكم أيها الجزائريون لأنه لو كانوا يحترمكم على الأقل كنت داروا برامج انتخابية وكان هناك نقاش وكانت هناك جدال وكانت هناك ملاذرة على الأقل جيبوا وكانت هناك مرشحة وكانت هناك يدروا منادرة حاولها مجموعة هذا كله غابت المعيشية الإنسان الجزائري غابت عن هذه الحملة الانتخابية وكانت نغش شعارات ودخول وخول وعاد وعاد ووهام ووعود الفارغة ويدور يقول لك المروق 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 الذي يهدد الجزائر هذا كل مغرب يمسكين وكانت هناك يلتقر بعد سواشندو وغاز مسكين ما بيه ما عليه تطاح عليه ركبوا ليه تهمه التخابور مع المغرب والتجسوس لصالح المخزن والصدق ما عندوله ف لانا قول الجمال فيما يحدث والخبار لذلك الأخبار الأسبوع يدي النظام دورة العسكر وإعلام دياله تم القبض على شحنة مهربة من المخدرات وقرس الهلواسة كل الأربع وأخير مرة تكلم على 105 ديال القناة وش 7666 حبة هلواسة وحبوب الهلواسة يحسبوهم وذلك الحشيج وزنوه قال لك 105 ديال 105 زمان ربما يكون 105 و300 قراب تعرف المهازل والكلام الذي يطلق على عوالي ولأنه لا يوجد مشروع لا يوجد موضوع والأخطر من هذا لا يحترمونا للإنسان الجزائري لو كانوا يحترمو الشعب الجزائري لأنه يدروا هذه المهازل لا يكلفوش رسمحة يدروا برامج ويدروا حملة انتخابية بعقلها ويدروا منافسين نقولوا بعقلهم ويهاجموا بعضيتهم بعضا يعني سياسيا ويدخلوا في مناظرات ولا يكونوا متفقين على قرار يدروا تمثيلية تكون شوية معقولة وتكون يعني فيها شوية المنطقة وشوية الواقعية وهذه مهزلة مهزلة بكل المقاييس حملة انتخابية على المغرب حملة انتخابية على المغرب وكأن المغرب هو الهواء الذي تتنفسونه والماء الذي تشربونه والأكل الذي تأكلونه بالله عليكم وشهد المشيء مهزلة وستم متتويجها غدا بالإعلان على عمي تبوت هو رئيس للعهدة القادمة في الجزائر ويخرجوا فلول لدور العسكر فرحانين كيتبلو وستعلو الزاغارين وغاد يخرجوا هذو كل هذو كل العسكر من التكانات اللي كي يبسوذك زي المدني وقمصوا دور الشعب الجزائري خرجوا تهو ويهلو ويعبروا على الفرحان ديالو وتسمع في الطريق تهو 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 ربح 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 مشاهد نتوقعها وننتظرها وما غادش يكون شيء حاجة غير ها ما كان شيء جديد ولي كي يأكد بحل هذا الأمر لاحظو نشعر ذلك المقطع اللي عمي تبون في الحملاء انتخابي قاعد جزئيني بأن غادي أسس أسديد من 8000 وحدة حتى 8000 وحدة قال لك ستنترج أو تسمح في خلق 300 منصيب شغل 8000 وحدة اقتصادية قد تكون شركات قد تكون مقاولة قال لك غادي تنتج لهم 300 منصيب شغل وأنا كنت توقع أن الناس تسكت يعني كيف تقدر 8000 شركة وهذه 8000 شركة ستعطيني 300 منصيب شغل وصحبك شو واحد انتباه ولا شو واحد هدار ولا قال لهم آه غاق 300 شركة وبدأ يصفقوا هذا ماذا يعني جايبين لهم باش يصفقوا فقط مصفقين حتى لقال لهم تبون راها الشمس من البغريب وستغربوا في المشريق كانوا سيصفقوا المهم بروق الإخوة الجزائريين العودة التانية عميت بون مرة أخرى وبطبيط حال غداء رامي استبقت شوية الأحداث وبدأ لكم مرة ربما دخلنا فيهم السبت استبقت الأحداث وبدأ لكم النتائج المتوقعة والتي يعرف ها العالم يعرفها العالم عالم كله عارف نتيجة الانتخابات الجزائرية لهذا لا يشتفعوا دول لاحظوا أن الدول العالم لا تتفاعل مع انتخابات الجزائرية بعكس ذلك تشوف القنوات العالم كلها كتبع الانتخابات الأمريكية تشوف ذلك خطوة بخطوة الأرقام تتغير من ولاية إلى أخرى نتائج تتغير هذه الانتخابات ديمقراطية في فرنسا في ألمانيا كل دول الديمقراطية في العالم كتحس أن هناك انتخابات حقيقية هناك حملات انتخابية حقيقية هناك مراشحون حقيقيون كيتقاتلوا كيتحاربوا ببرامج الانتخابية ولكن جزائر له الله هذا آخر الكلام اكتبوا بهذا القدر استوضعكم أن لا تدعوه ضائعه إلى مباشر قديم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر